بيبدأ الفيلم في باريس سنة 2016 وبيوصل العميل اتش والعميل هاي تي لبرج باريس وبيفحصوا المكان وبعدها بيركبوا الأسانسير وبيطلعوا فوق بيلاقوا واحد وحبيبته وهو بيتقدم لها لكنهم بيقطعوهم وبيقولوا لهم انهم من أمن البرج ولازم يمشوا دلوقتي وإلا فيه كائنات فضائية اسمهم الخلية هيكلوهم لكن ما بيكونوش فاهمين فالعميل اتش بيستخدم ماسح الزاكرة وبيركبهم الأسانسير وبعدها بيرجعوا للقتال لكن فجأة بيحصل انفجار في السماء وبيطير العملاء لكن لحسن الحظ العميل اتش مسك في الأسانسير ومسح ذكراتهم لتاني مرة وبعدها طلع في الأسانسير تاني لغاية ما وصل وبيطلعوا الأسلحة وبتقدموا القوضة سرية وفجأة بيشوفوا نور جاي من الباب وفيه كوش بتحاول انها تهرب وعلى كل العملاء بيفجروا فيهم وبعدها بنرجع لسنة 1996 في بروكلين وبنشوف بنت صغيرة بتحاول تنام وأهلها قاعدين مع بعض قدام الترفيزيون وفجأة بيسمعوا صوت انفجار فهارولد بيمسك مضرب وبيطلع لمصدر الصوت لكن بعدها بيرجع تاني وبيكون خايف وزوجته بتقولوا انهم يكلموا الشرطة وساعتها العملاء بيوصلوا بسرعة وبيتكلموا معهم برة وبسبب الصوت اللي حصل البنت الصغيرة صحيت وبيكون اسمها مولي رايت وبتشوف أهلها بيتكلموا مع رجال لبسين بدل وبتتفاجئ بمخلوق صغير جنبها وبعدها بتشوف أهلها وهم بيتعرضوا لضوء قدامهم من العملاء فبتخافوا وبتدخل وبتسمع صوت أهلها جايين فبتفتح الشباك وبتهرب الكائن الصغير وبعدها بنروح بعد فترة طويلة وبتكون مولي كبرت وبتتقدم بطلب لمكتب التحقيقات الفيدرالية الـ FBI وهي بتقولهم انها بتتقدم علشان تكون في قسم الرجال اللي بيلبسوا بدل سودة وبتحاول بعدها انها تقدم في وظايف كتير لكن في النهاية بتشتغل موظفة خدمة عملة وهي في شغلها بيكون عندها جهاز تعقب للأخمار الصناعية على الكمبيوتر بتاعها وفجأة بتلاقي انظار جالها ان فيه كائن مجهول دخل من الغلاف الجوي وزملها في الشغل بيكون مهتم باللي بتعمله وبعدها بتكون عايزة تحدد مكان نزول الكائن ده وبتاخد باقي اليوم أجازة وبترجع البيت وبتقدر انها تخترق نظام ناسة وبتتتبع الكائن وبتنزل تركب تاكسي وبتروح للمكان اللي كانت متوقعة ان الكائن هينزل فيه لكن ما بتلاقيش اي حاجة وبعدها بتشوف طيور كتيرة بتطير وبتدخل مجال غريب وبتتقدم علشان تبص وساعتها بتشوف المركبة الفضائية والرجال بالبدل السودة وهما بياخدوا الكائن الفضائي وبتمشوا وراهم وبتوصل لمبنى الوكالة وبتعد من الحارس وبتدخل الأسانسير لكن فرانك الكلب بينبه الحارس وبيبلغوا عنها وفجأة الأسانسير بيتقفل عليها وبيحبسوها في مكتب علشان بيعتبروها جاسوسة عليهم وبتدخل العميلة أو وبتبحث عنها وعن حياتها وما بتلاقيش منها ضرر علشان كده بيجي وقت مسح ذكرتها والعميل بيتقدم وبالجهاز في ايده فمولي بتدير وشها وبتقوله ان نفس الجهاز اللي مسح ذكريات أهلها وبتقول ان بقالها عشرين سنة بتدور عليهم فعلشان كده العميلة أو بتدخل وبتتكلم معها ومولي بتطلب منهم يجندوها معاهم فالعميلة أو بتقول لها لازم تقنعها فمولي بتقول لها ان ما عندهاش أي حياة وما فيش أي شخص في حياتها وعايزة تملى الفراغ ده فالعميلة أو بتختنع وبعد أسبوعين بتشوف نتائج التدريبات بتاعتها وبتلاقيها نجحت في كله وبنتيجة كبيرة كمان ومولي بتكون مبسوطة جدا وهم بياخدوا مقاساتها وبعدها بتلبس البدلة السودة وبتروح تنق السلاح بتاعها والعميلة أو بتمسح كل حاجة على علاقة بيها وبعدها بتاخد أول مهمة ليها لكن مولي بتكون عايزة الجهاز اللي بيطلع نور وبتكون قصدها على جهاز مسح الزاكرة لكن أو بتقول إنها تحت المرأبة دلوقتي ولما رتبتها تعلى ساعتها هتاخد الجهاز اللي بينور وبيكون اسم مولي اتمسح تماما وبقى اسمها العميل أم وبنروح بعدها لندن وبيكون العميل إتش بيلعب أمار في مكان مظلم مع رجال تانين وبيفضل يتكلم معهم بعدها بيكسب اللعبة عن طريق إنه بياخد الورقة اللي كسبته من قفص تعبان كبرى بتلت رؤوس وبيكون عاوز يتكلم عن الشغل لكن واحد من الفضائيين ما بيرضاش يشتغل مع واحد من الـ M.I.P وعلشان كده العميل إتش بيتخنق وبعدها بيفك نفسه وبيتقتل معهم وبيقتل واحد منهم والتعبان بيقدر إنه يطلع من القفص وبيهجم عليهم وبيكون العميل إتش مهدد الفضائي بالسلاح لكن ساعتها التعبان بيقرب منه وبيعوده وبيكون الترياء مع زوجة الفضائي لكن بعدها التعبان بيعود الفضائي وبتكون إميلي اللي معها الترياء وإتش بيترجها تدهوله وهيديها اللي هي عايزاه وتاني يوم بنشوف إتش صاحي بعد ما أخد الترياء وبيهرب من القوضة وبيمشي وبنرجع لأم وبتروح علشان تركب قطر الوكالة السري وبتقابل هناك عملاء تبعهم لكنهم فضائيين ولما بتدخل القطر على طول بيتحول لقطر فائق السرعة وبيوصل للندن في دقيقة وبتقدم تقرير العميل الجديد وبتدخل المقر وهناك بيتنبهر بكل حاجة حواليها وبيكون فيه كائنات فضائية كتير وبتقرب من كائن بيعجبها لكنه بيخاف منها وبيتفرق في الأرض والعميل هاي تي بيرحب بيها في مركز م اي بي فرع لندن وبيكون هو رئيس الفرع وبياخدها معاه وبيديها بوصلة علشان التوجيه وبعدها بنروح للمغرب وبنشوف عامل وهو بيمسح الأرض ومستمتع جدا وفجأة النور بيقطع فبيطلع فوق المبنى علشان يصلحه وبيوصل للكبينة وبيحاول يصلح فيها لكن بتفضل تقفل كل شوية وبنشوف ان وراه فيه كائنين متوجهين وبيهجموا عليه وبيصهروا وبعدها بيتنكروا على هيئته وتاني يوم بيروحوا المحل وبيهددوا الموظف وبيقولولوا انهم عايزين يشوفوا الملكة وبنشوف كائن صغير بيرد عليهم وبيقولولوا انهم عايزين يقضوا على شخص وبيورولوا صورته لكن الكائن الصغير بيقولوا انهم ما بيعملوش اغتيالات وده جزء من المعاهدة الخاصة بيهم لكن الاتنين بيتعصبوا وبيوروش شكلهم الحقيقي وده اللي بيخلي الكائن يرجع يتفاوض معهم تاني وبنروح للعميل اتش وبيدخل محل وبيكون ده المدخل الوكالة والحارس اسمه تشارلي وام بتكتشف تاريخ الوكالة وكل العمليات اللي عملوها وبتتكلم مع الفضائي نارلين وبعدها بيشوفوا العميل اتش وهو داخل وفيه فضائية بتبطأ الزمن علشان ترايب اتش وهو ماشي لكن بعدها بتكتشف وجود ام وام بتعرف ان اتش انقذ العالم قبل كده من الخلية وبتروح بعدها علشان تخلص الحاجات اللي عليها وبيكون في اجتماع للعملاء الكبار في الوكالة وهي تي بيقول لهم عن الحادث اللي حصل في المغرب وساعتها اتش بيدخل متأخر وبيقعد وبيتكلموا عن كائن فضائي مهم اسمه فانجس القبيح وده اصله من جابة بيه وعايز يقضي وقت زريف على الارض وإلا سفينة التعديم بتاعتهم هتضمر الارض وبيعين اتش للمهمة دي لانه بيبقى عارف عنهم حاجات كتيرة وشكله كده تقابل معهم كتير وكمان لان فانجس طلب العميل اتش بالتحديد بعدها اتش بيروح للمكتب بتاعه وبيكون نايم فام بتقرب منه وبتحاول تتكلم معه وبترمي كتاب على التربيزة فساعتها بيصحى وبتعتزر له وبتقدم نفسها ليه وبتعرض عليه انها تساعده في مهمة مرافقة فانجس لكن اتش ما بيكونش مهتم لانه بيفضل انه يشتغل لوحده وبعدها ام بتبعد عنه بابتسامة ولما بتدير وشها بتكون متعصبة جدا لكن اتش بعد ما بيبص للملف بيغير رأيه وبكده ام بتكون معاه في المهمة وبالليل اتش وام بيروحوا مالها ليلي وقبل ما يدخله اتش بيقول لها انه عارف حاجات كتير عن المكان وبيقنعها انها هتفك زراير امسها شوية وبعدها بيروحوا يركبوا في اخر عربية وبيكون ده المدخل السر بتاع المكان وبعدها بيمشوا في مدخل وبيطلعوا بيشوفوا بشر وفضائيين بيرقصوا وموسيقى عالية جدا فاتش بينادي صاحبه فانجس القبيح وبيسلموا على بعض وبعدها بيقدم له ام وبيتعرف عليها وبيسلم عليها سلام محرج ليها لكن بعدها اتش بيفهمها ان ده السلام الرسمي عندهم وفانجس بيكون عايز يرقص معاها لكنها بترفض وبتكون حاسة ان اتش جابها معاها علشان يقدمها الفانجس وبتطلب منه ما يجدبش عليها فبيقولها انه مش عايز المهمة تفشل لانهم لو فشلوا فيها هيقدروا ساعتها يودعوا الكوكب بتاعهم وفانجس بيقول انه هيمشي على بيته بكرة وبيكون عايز يقول لي اتش على حاجة مهمة لكن اتش ما بيهتمش وبياخدوا للرأس مرة تانية وساعتها بنشوف الكائنين موجودين في المكان معاهم وبيدخلوا يرقصوا بطريقة غريبة وام بتلاحظهم وفانجس بيكون عايز يديل اتش حاجة وبيقولوا انه هو الوحيد اللي يقدر ياثخ فيه لكن الكائنين بيصيبوه وبيبدأ انه يدوخ وبيكون تعبان علشان كده بياخدوا للعربية بتاعته وبيمشي واتش كان مفكر انه تعبان من حاجة تانية لكن فجأة بيشوف العربية بتاعته وهي بتنفجر فبيجروا على العربية وبيشوفوا الكائنين هناك وبيهددوهم بالاسلحة وساعتها بينزولوا على الارض لكن بيستخدموا قوتهم وبيهزوا الارض ناحيتهم واتش بيروح لعربيته وبيطلع منها اسلحة كتير جدا وبيبدأ يضرب عليهم لكن الكائنين مش بيتأثروا وبيمتصوا الطاقة اللي بتضرب عليهم وم بتتسحب وبتروح لفانجز علشان تطمن عليه واتش بيغطى عليها ولما بتوصل بيقول لها ان اتش تغير وبيديها حاجة شبه المجوهرات وانها تقدر تحميها وبيقول لها ان فيه حاجة غلط في الام اي بي وبعدها بيموت واتش بيضرب صاروخ على الكائنين وبينفجروا وده بيديهم وقت عبال ما توصل للقوات الاحتياطي وبينزلوا من عربياتهم لكن الكائنين بيختفوا وساعتها بنشوف العميل سي بيتكلم على العميل اتش علشان فانجز مات وبيتفاجئ ان ام موجودة والمفروض انها عاملة اختبارات وبيرجعوا بعدها المكتب هاي تي وهناك بيتكلم مع جابة بي واجبار المسؤولين والجابة بي بيقولوا انهم عايزين راس اتش و ام وساعتها سي بيدخل وبيقدم تقرير وبنعرف ان التوقع من نوع من الفصائل اسمها ثنائي وبيكونوا غمضين جدا وما فيش معلومات كتير عنهم وبسبب الاضرار اللي عملوها فسي بيقول انهم لازم يمسحوا ذاكرة اتش و ام لكن ام بتقول لهاي تي انه ممكن يكون فيه خاين معهم في الوكالة فهاي تي بيكلف العميل سي انه يدور على التوقع وبيودي ام معاه وبعدها لما بيبقوا لوحدهم بيهزق العميل اتش لانه ما كانش بيتصرف وفقا للمعايير لكن اتش بيعتذر وبيطلب ان يرجع للقضية وهي تي بيوافق وبيروح لسي و ام وبياخد المادة اللي لقوها في مصرح الجريمة وبيمشي هو و ام وبعد ما بيخرجه ام بتقوله انها كانت على وشك تحالل المادة وتعرف معلومات عنها وبتطلع المادة دي هي اللي قضت على فانكس لكن اتش بيكون عارف المادة دي كويس وعارف هتكون عندي مين وبيركبوا القطر السريع وبيروحوا المغرب وبيدخول لمحل ميكانيكي و اتش بيقابل صديقه ناصر وبيطلب منه يخب الموتوسيكل بتاعه لان ما ينفعش حد يشوف التكنولوجيا الفضائية وبنشوف بسام اللي بيكون كائن فضائي عايش في دقن ناصر وبيتكلمه عن لعبة الامار اللي كان اتش بيلعبها لكن اتش ما بيكونش عايزه يتكلم عن حياته الخاصة وبيمشي وبعدين ناصر بيلاحظ ان التوقم رجعه تاني علشان كده بيطلب المساعدة وبنرجع لسي وبيكتشف من كاميرات المراقبة ان فانجس عطى الام جوهرة وبيقعد يفكر كتير في الموضوع لان ممكن ده يكون اكبر منهم وبعدها اتش وام بيدخلوا لمحله وبيلاقي صاحبه ميت في الارض فعلشان كده بيطلع مسدسه وبيدخل لاخر المحل وهناك بيشوف فضائيين ميتين لغاية ما بينشوف الكائن الصغير بيدرب النار على اتش لان فيه شخص هجم عليهم وقتل الملكة وما بيكونش عنده اسم فام بتسمي باوني وبيفكر ينتحر بعد اللي حصل لهم والعملاء بيقنعون انه ما يعملش كده وبيسمع كلامهم رغم انه مش بيحب اتش وعلى طول بيتعهد بالولاء لام وانها لو ماتت قبليه فهينتحر بطريقة وحشة جدا وبيدخل لجيب ام وبيخرجوا مع بعض وبتكون عايزة تقول لاتش عن الجوهرة اللي اخدتها من فانجس لكن اتش بيكون عارف والجوهرة معاه لانه سرقها منها والوكالة برضو بتعرف عنها علشان كده بتبعت العملاء علشان يقبضوا على اتش وام وبيعتبروهم جواسيس وخوانة وبنعرف ان بعد ما سي اكتشف الموضوع رح بلغ هاي تي انها جوهرة مسروقة من القيادة العسكرية للجبابي وما بيكونش عنده اي اختيار غير انه يسمح لسي انه يقبض عليهم وبنرجع لاتش وام بتقوله ان فانجس مات وهو بيحاول يحميها وبعدها هاي تي بيتكلم مع اتش مكالمة سرية وبيقوله لازم يخرجوا من عندهم بسرعة وبيلمح انه ممكن يكون فيه خين في الام اي بي وبيرمي كلام على العميل سي وساعتها اتش بيدل جوهرة الام وبيروح يشغل لعملاء التانيين عدشان يبعدوا عن ام وبنشوف ام ماشية في الشوارع وما بتكونش عارفة ان التوقن بيرقبوها وبيمشوا وراها كمان وبيجروا فوق اسطح المباني وبعدها ام بتلاحظهم وبتحاول انها تهرب منهم لكن للأسف بيوصلوا لها وبينفجروا بالطاقة واتش بيروح بعدها لناصر وبياخد الموتسيكل من هناك وبيلحق انه يوصل لام وبينقذها وبيطير بيها وبعدها بينزلوا في السوق واتش بيطلب من ام انها تمسح زاكرة الناس وهو هيسوق بسرعة وفعلا بيتحركوا واتش بيفعل السرعة القصوى وبيدخلوا البوابة وبيترموا في الصحراء والجوهرة بتقع من ام في الرمل وبنشوفها بتهتز وبتتحول لسلاح قوي جدا فاتش بيقولها تضرب بيه وتشوفها يحصل ايه فام بتثبطوا على اقل حاجة وبتضرب بيه وبيعمل انفجار قوي جدا وساعتها بنشوف ان انفجار عمل حفرة عملاقة جدا في الصحراء وبعدها السلاح بيرجع على شكل جوهرة تاني واتش بيستغرب ليه فانجس ما عطهوش الجهاز والده الام وبعدها بيعرف ان فانجس ما بقاش بياثخ فيه لانه حاس انه تغير وبيفضلوا يتجدلوا كتير وبعدها بسام بيطلع من ازازة المياه بتاعتهم وبيسرق الجوهرة وبيطير بعيد وبعد فترة اتش بيقول لام انه عارف ان بسام هيبيع الجوهرة الاخطر تاجر اسلحة في المجرة وبتكون هي حبيبة اتش القديمة وبيقدروا انهم يصلحوا الموتيسكل وبيحددوا المصار على نابولي واتش بيركب مركب وبيقرب ناحية الجزيرة اللي فيها بيت حبيبته القديمة وبيكون فيه ليزر موجه عليه وبعدها اتش بيوصل للقلع المحصنة وهو مستسلم تماما وبيقابل لوكا وبيكون كائن فضائي حارس شخصي وبعدها بيقابل ريزا ستافرس وهي تجرت اسلحة شريرة جدا وحبيبة اتش القديمة وريزا بتستقبله بضربة في وشه وساعتها علشان تسامحوا بيقدم لها هدية وبيكون حاطة باوني في برطمان وبتكون هي بتحبه جدا علشان كده بتفرح بالهدية واتش كانت مهمته قبل كده انه يقضى عليها لكنه وقع في حبها وبنرجع نشوف ان ام كانت مستخبية في المركب وبتطلع وبتتشعلق على الجبل وسامع كل الكلام اللي اتش بيقوله وبتضحك وريزا بتكون فرحانة لكن بعدها بتؤمر لوكا انه يرمي اتش برا لانها كانت عارفة من الاول انه عاميل تبع الام اي بي وبعدها اتش بيطلع وبيقدر انه يهزم الحراس وبيتحرك ناحية كاميرات المرأبة وبيقفلها كلها وباوني بيشتت انتباه ريزا وده بيدي الفرصة الام انها تدخل وتاخد الجوهرة تاني لكن ريزا بتهددها بسلاح وساعتها بيبدأ قتال ما بينهم وبيضربوا بعض لكن بينتهي بفوز ام وبنروح بنشوف ان نفس القتال كان بين اتش ولوكا لكن لوكا بيقدر انه يهزم اتش وبيروح يرمي قدام ام وساعتها ام بتسلم الجوهرة الريزا اللي اول ما بتاخد الجوهرة بتؤمر لوكا انه يقتلهم وساعتها بيخنق اتش ومولي بتبص للكائن وبتفتكر الكائن الصغير اللي هي ربته زمان من قضتها ومولي بتكلمه بلغته وساعتها لوكا بيتعرف عليها وبتأثر جدا وبيرمي اتش من ايده وبيوجه السلاح ناحية ريزا وام بتقدر انها تاخد الجوهرة وبيخرجه هي واتش وساعتها بيقابلوا التوقم اللي بيكونوا جايين علشان السلاح اللي معاهم اللي هو الجوهرة وهددوا انهم هيرموا الاحجار علشان يحموا الارض لكن التوقم بيقولوا انهم برضو عايزين يحموا الكوكب بتاعهم وساعتها بيظهر هاي تي ومعاهم ملاء وبيقدروا انهم يقضوا على التوقم وبيهنل اتنين انهم نجحوا في مهمتهم وبعدها بيرجعوا لمقار الوكالة وهاي تي بياخد الجوهرة وبيقول انه هيحفظها وبالما اصحابها هيجوا ياخدوها لكن اتش وم بيشكوا في الموضوع علشان كده اتش بيحاول يدور على معلومات عن التوقم لكنه بيتفاجئ ان الملف تمسح وراحوا يدوروا على الجوهرة ولقوها اختفت وساعتها يستنتجوا ان العامل هاي تي هو الخاين من البداية والعمل سي بيقولهم ان هاي تي رايح على بريس وساعتها اتش بيقوله ما يخليش حد يعرف ان هاي تي هو الخاين ويحمله هو كل حاجة حصلت علشان الوكالة ما تخسرش واتش وم بيروحوا يركبوا العربية وبيطروا بيها البريس ولما بيوصلوا تي بيتصل بيهم وبيبلغوا من الخلية رجع التاني وبيركبوا الأسانسير وبنعرف ان هاي تي مسح ذكريات اتش لما كانوا هنا في آخر مهمة وبعد ما بيطلعوا بيقابلوا هاي تي وساعتها بيقولهم انه هيد الجوهرة للوحش وبعدها بيقرب من اتش وبيقوله انه كان دايما زي ابنه وبيمسك ايده وبيتحول لكائن فضائي ضخم وبشع وبيضرب اتش وبيرمي بعيد فساعتها ام بتضرب عليه وبيضربها هي كمان وبيكون نازل علشان يقضى عليها لكن اتش بينط عليه وساعتها الجوهرة بتقع من ايده وبيتقاتل هو واتش وخلال القتال ام بتكون عايزة تساعد اتش لكن بيضربها وبيتترمي في البوابة وبتكون خلاص قربة تموت لكن باون بينط وراه وبيمسكها وبيقول انه مش هيخسر ملكة تانية وبيسحبها على برة قبل ما لوحش ياكلها وهناك اتش بيقدر انه يمسك الجوهرة وبيديها الام اللي بتفعل السلاح وبتعليه على اعلى حاجة وبتضربه بيه وساعتها بتقدر انها تفجر البوابة وبعدها العميلة او بتوصل والعملاء بيحوطوا المكان كله وبتكون هي دي المهمة اللي ام تكلفت بيها في بداية الفيلم والعميلة او كانت عارفة ان فيه حاجة غلط بتحصل لكن ما كانتش عارفة ايه هي بالزبط وبعدها بتهن ام واخيرا بتعينها كعميلة في الام اي بي وبتديها جهاز مسح الزاكرة وبتعين اتش وبتخلي رئيس المقر في لندن وبتقول لام انها من يوم لتنين هتتعين في مقر نيويورك فا اتش بيتدايق من الخبر وام بتزعل انها تبعد عن اتش وساعتها او ما بتكونش فاهمة اللي بيحصل لكن بعدها بتلاحظ وبتاخد ام وبتقول لها ان دلوقت هي عارفة وما شغالين ازاي وان دايما هيكون فيه تمن هتدفعه وبيكون اصده على اتش وام واتش بيكونوا معجبين ببعض لكن في نفس الوقت مش قادرين يكونوا مع بعض بسبب انهم عملاء في الام اي بي بعدين بنشوف النهار طلع واتش كان رايح ناحية عربيته وبيتفاجئ ان ام ركباها وبتقول انها محتاجة تروح المقر علشان تاخد حاجتها وبيركب معاها وهناك بيعرف انها هتسيب بوني معايا علشان يحميه وبعدها بتشغل العربية وبتطير باخصى سرعة ودي كانت نهاية الجزء الرابع ونتقابل في تلخصة جديدة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر